وفي شأن متصل أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية بالجوامع والمساجد لمدة إسبوعين اعتبارا من يوم الخميس الحادي عشر من فبراير وأوضحت الوزارة أن ذلك استنادا إلى الأراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا وبناء على توصية الفريق الوطني الطبي مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة في الآوينة الأخيرة